بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم لو انت عندك سطح فوق المنزل او عندك حديقة منزلية حلوة ممكن تعملها بالنظام دهوت عشان ما يبقاش عندك حشايش ويبقاش عندك نماتودة عشان الدنيا تبقى عندك كويسة بالمنظر اللي احنا عاملينه ده هو تمام القدام حضرتك ده كان مشتل قديم عندي ولما المشروع طبعا توسعنا فيه فاصبحت الدنيا من بيكفيش فنقلنا لمشتل اكبر والمنطقة ده هي تقريبا يعني بتعمل حوالي عشرين متر في عشر متر تقريبا متين متر مربع تقريبا يعني تمام ففكرت ان انا اعملها بنظام الري دهوت وبالقصص ده هي القصص اللي انت شايفه ده هو تمام ويبتدينا نزرع فيه شوية حاجات كده حل اقل حتى ايه تاكل منها لو انت عندك البيت هتاكل منه وهتوزع على سابع جار تمام ما تنساش ان النبي وصه بسابع جار وما تنساش ان انا بوصيك بانك تعمل شير وتشير الفيديو ده هو عشان تساعدنا في ان احنا نوصل به للناس المحترمين انت بلاحظ الاستيس اللي قدام حضرتك ده هوت فيه ايه الاستيس اللي قدام حضرتك ده هوت يا سيدي فيه بيتموس بنغطب بيتموس اهوت وفيه اساس ان هو احنا اساس من الاساس ما عبينه برمل رمل مخلوط مع مادة عدوية لو قلنا مادة عدوية حتى نها بنسبة عشرة في المية وحط لنا الباقي رمل عادية جدا وهي بيتلاحظ فيه اه سنة او بيسموه صلبوخ في الخليج المهم اللي هو اللي بيصوبوا به ده هو تمام اللي هو الحصة اللي انت شايفه الحصة خلينا الحصة تمام الحصة اللي انت شايفه ده هوت طبعا احنا بنقول فوائد الحصة ايه اه هتشوف فيه تعبية الكيس ده بيحصل ايه المهم ان انا زي ما انت شايف حضرتك كده اه بنبدأ اه بعد ما خمرنا الكيس ده هوت اه كويس او القصيس ده هوت كويس حطينا فيه مياه كويس تمام ابتدينا نحفر لي اه ممكن ان تعملش الحكاية دي ولكن يعني علشان برضو الانبات يكون عندي مية مية بنجيب شوية بيتموس او اه اه تربة جهزة او لو ما عندكش تربة جهزة جيب شوية بيتموس وزرع فيهم اه بيتموس مع فرموكليت اللي اتنين تخلطهم مع بع او ان حضرتك هتبدأ تزرعهم زرعة عادية في الارض الرملية بس تكون ارض رملة ملاش الاراضة الطنية جمع ملاش الاراضة الطنية علشان الحيز بتاع الكيس بيكون صغير والتهوية للأسف الشديد ما بتكونش كويسة فعشان كده بيحصل عفل للجزور ودي مشكلة اي واحد بيزرع في النظام اللي احنا عاملينه دهوت تمام اي التخطيط اللي انت شايفه دهوت ما بين كل خط والاخر زي ما انت شايف كده متر تمام ما بين كل خط واخر متر تمام انا اللي هزرع اهو مزرع لك بقى او بوضح لك بصوا شوف الدنيا هتبقى توصل لشكلها ايه ما بين كل خط والاخر او ما بين كل قسس والاخر 30 سنطي بين كل قسس والاخر بين كل صف والاخر حوالي متر تمام شايف زي ما انت شايفه بنحفر تمام بنحط شوية فرمقلقة بيتموس او دي تربة جاهزة وبنبدأ نحط فيها الحباية طبعا احنا زرعين هنا خيار زي ما انت شايفه ممكن خيار ممكن اه كانت لوب ان زرع برضو لا زرع بطيخ تمام وزرعين خيار وزرعين اه جريلة او بسموه ايه الجريلة هي الخضة اه يعني كل انواع قرعيات تمام علشان طبعا اه ممكن تزرع برضو بصل اه في كذا قصص كده تزرع فيهم بصل تمام ممكن تزرع اه خص بيبقى جميل جدا في كل قصص من دول ياخد اتنين خص ممكن تزرع اه زهرة اللي هي الارنبيط يعني ممكن تزرع ملفوف او كروم بسميه زي ما بتسميه كل الحاجات دي بتجود في القصص ده تمام وطبعا نقطات عندي اربع لتر في الساعة وموصلهم زي ما حضرتك شايف كده تمام احنا فيه عادية خالص تمام وبنفتحها كل يوم على قد ما انا شايف الكيس محتاج قد اه راي تمام ممكن نروي يوم ويوم يومين ويوم على حسب يعني درجة الحرارة على حسب اه عوامل كتيرة تمام اهي طبعا اه وضع البزرة جماعة تحطها زي ما تحطها لان الوطن العربي دول تقلبونا شوية واحد يقول لي حط البوز تحت واحد يقول لي حطها هي تحت يعني كلام غريب شوية حط البزرة زي ما تحطها البزرة هتطلع ما فيش اي مشكلة خالص تمام هنا بقى بنعب القصص ودي تركز فيها كويس عشان معظم المشاكل بتاعتنا من تعبية القصص اساسا من الاساس انا بقى رملة عادية خالصة اهي تمام زي الراجل ما تشايف بنحط شوية حصة في الاول خالص بنحط حصة واحد يقول لي الراجل ده حطت مصورة حطت مصورة لأهو اول حاجة الرملة اللي هي موجودة ديت رملة مخلوطة مع رملة مخلوطة مع مخلوطة مع مدى عدوية دواجد تمام وشايف الراجل هوت ابتدى يغطى يعمل ابتدى يغطى ملاحة كلها هوت وابتدى يحط المصورة ويحط فيها الظلط ده ليه الظلط ده انا عايز الظلط ده يبقى رأس يا جماعة علشان ما يسيب ليش مية في القصص اطلاقا لاحظ ان الاستيس مخرم من تحت فيه ثقوب من تحت مثقب تمام اهو طلع ابتدى اهو يستحيل هنا يستحيل الاستيس ده اخوات هتفضل فيه نقطة مية زيادة عن الاحتياجات بتاعته شوف الراجل بيعمل ايه تمام احنا قاعدين بنعب اهوات مع بعض ما فيش اي مشكلة خالص في التحت في حوال خمسة سنت الاوانت بنمليهم شوية اه اه شوية حصا اهو طبعا الحصا المسام البينية ما بينه كبيرة فبالتالي يمكن يحتفظ بيه المية تمام طبعا هتخليك معايا هخليك بروفوسير في القصة ده هي تمام اهو اهو بيعب اهوات بيه الكوريك او اه الشبل زي ما بيسموه اهو بيعب اهوات تمام رملة عادي مخلوطة بمادة عدوية عشرة في المية مادة عدوية تمام يعني كل عشر سطول تسع سطول اه رملة بنحط عليهم سطل ايه سطل سمات دواجن اه السمات ابقار متحلل مهم بمادة عدوية تكون محترمة وبجيب المصورة وبحط زي ما انت شايف كده يستحيل يا جماعة يستحيل لازم يستحيل تقولي اه 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 المية اه محجوزة في الرملة لا هتطلع هتطلع مفيش اي شايف اهو هتروح فين المية المية اللي زايدة عن الرملة هتنزل على طول المصورة دي يكون قطرها كبوصة ونص بوصة اتنين بوصة زي الفل ما عندكش اي مشكلة خالص تمام حاجات بسيطة جدا ممكن تجيبها من اي مكان الحصد عنده كل ناس بتعمل بتعمل خرصانة صبت بيوت 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 بالخرصانة زي ما انت شايف كده وامورك طيبة خالص يريد اه نلاكس القصدية لان الدنيا بتدت تغلى والمفروض كل واحد يكون عنده حديقة منزلية كويسة كده اه ودنيته تكون حلوة طبعا من شاء الله باذن الله تعالى هناخده مع بعض من الالف للياء اه زراعة الحاجات دي اه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته